بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله معالي الرئيس سادة الحضور تحية طيبة وبعد محوري الأول رح يكون عن الطلبة الصم يقال بأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر لكن هذا واقعيا مقع نشوفه السبب بسيط لأن الطالب الأصم تأسيسه كان ضعيف وهو أمام معلم غير متقن للغة الإشارة وولي أمر أيضا غير متقن للغة الإشارة فبالتالي راحوا للجامعة وتوهقوا الأطباء والمهندسين الأجانب الصم مو أحسن من الطلبة اللي عندنا الحل بسيط أن يتم إلزام المعلمين وأولياء الأمور بتعلم لغة الإشارة وإثراء المنهج بحيث أنه يفيد الطالب بالقراءة والكتابة أما المحور الثاني فهو متعلق بكل طالب يتبع التعليم الحكومي نحن عندنا معلمين مبدعين عندهم إلمام خطير بتخصصاتهم ومستعدين يعطون لكن في المقابل عندي منهج دسم ممل طويل والأهم سطحي في غالب الأحيان أنا ما راح أروح بعيد راح أضرب مثال ناجح لمنهج اللغة العربية كان ثمان دروس صاروا ستة بالمقابل شنحطوا لنا حصة مشروع يقدر الطالبي يفجر فيها إبداعاته ويقول ويتكلم بالموضوع اللي يبيه وحصة تحدث واستماع نتعلم فيها أدب الحوار والمناقشة وفن المناظرة بينما عندي منهج الجغرافيا والاقتصاد مئات الصفحات غير مترابطين ويعتمدون للأسف بشكل كل على الحفظ منهج الاقتصاد رائع ليش ما يصير اختيار حر ليش ألزم فيه بالامتحان وأتوهق وأحفظ هذه الكمية مئات الصفحات قس على ذلك علم النفس وعلم الاجتماع علم النفس بحر كبير وعميق نقدر أن نبحر فيه ويكون فيه أشياء إثرائية تفيد الطالب حيث أنه يناقش سيد الرئيس احنا في ظروف سياسية لا تخفى على الجميع للأسف إذا ما تم انتشال هذا الجيل من الوعكة الفكرية اللي أصابت هذا المجتمع بشكل عام راح ولا دم قاعد نتكلم عن المناهج أكمل الفراغ كل واحد ورؤيته لوطن بلا تعليم متميز احنا طلبة ما بيتنا سلطة انتوا سمعتوننا والقرار لكم وبيتكم بيتكم مستقبلنا وبيتكم مستقبل الوطن شكرا جزيلا سيدي رئيس مجلس الأمة الموقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته